انا انا ميسا سلمان خالد and this is a science ck channel provide an explanation of science and discover in interesting and fun way there are telegram channel and facebook page in the description of this video don't forget to follow me thank you for watching my video hello my student i am ميسا سلمان خالد the science discover teacher لو انت لسه اول مرة تتابعني وتنسى اشتركوا like و subscribe هتلاقي لينكات التليجرام و صفحة الفيس لو انت حابت تتابعني او تتواصل معي في ال description من تحت اوكي حلو هتلاقي كمان لينك قائمة التشغيل هتلاقيها موجودة برضو في ال description برضو او موجودة في لينك التليجرام بيزر على مرخصات ومراجعات وفيديوهات الشرح تعالا بقى نتكلم مع بعض عن اخر concept معانا في المنج ال concept ده بيكلم عن حاجة اسمها collision collision يعني ايه what's meaning of collision it's crashing between two objects عندي حاكتين خبطوا في بعض دول بقولوا عليهم ايه collision collision تمام اول حاجة بنبدأ معينا في حاجة اسمها reeking pole reeking pole اوكي what is the meaning of reeking pole تمام بيقولك انا reeking pole it's a very heavy steel pole that swing on a cap شايفين دي يا شباب شي دي قصدي دي بسميها ايه reeking pole تمام دايما دايما لما بيجي يسألك عليها يقولك هي الماتيريال من دي مصنوعة من مادة ايه steel steel pole ويبتبقى بتبقى تقيلة او الكرة دي بتبقى تقيلة او يا شباب تبتبت تفتكر احنا بنستعملها في ايه تمام زي هامي اسموا ما نقود في الفيديو بالزبط it's used by construction worker to knock down wall or part of building بيستخدموها ال construction worker نمو بيكسروا بيها المباني تمام انا عندي هو to object حصل لهم crashing اوكي دي بقول عليها ايه بقول عليها collision طب تعالا نشوف مع بعض give me another example اوكي عندنا لعبة اسمها لعبة الكريكت it's popular game all over the world دي لعبة مشهورة جدا يا شباب في العالم كله هي ممكن ما تكونش عندنا اويان مشهورة بس هي فعلا مشهورة جدا في العالم كله اسمها لعبة الكريكت اوكي player use a wooden pad شايفين دي يا شباب دي بسميها ايه wooden pad to hit a pool بيستخدمها عشان ان هو يضرب بيها الايه الكورة تمام اللعبة دي اسمها ايه لعبة الكريكت ودي اسمها ايه wooden pad اوكي تعالا نشوف اللي بعضه بيقول لك هنا ايه بيقول لك ذا kinetic energy transfer from wooden pad to pool هتبدأ ال kinetic energy يا شباب هتتنقل من فين لفين اول حاجة من ال wooden pad to the pool مش الراجل ده عمال يتحرق تمام حركة يعني ايه يعني kinetic energy تمام اوي فال kinetic energy دي هتبدأ تتنقل من ال wooden pad لل pool تمام بيجي عليها سؤال في true false بس يبهلك من العكس يقول لك kinetic energy transfer from pool to wooden pad غلط طبعا هي من ال wooden pad to pool تمام ايه كمام بيقول لك هنا the speed of pool increase in a different direction لاحظ معايا قالك ان ال speed increase in different direction يعني انا مثلا مثلا تعالا كده نتخيل ادي حسامة هو اوكي نفتن ماشي وده علي خلاص تمام الطبيعي الطبيعي ان انا عندي مثلا ده وحسام راح عامل ايه حدف الكورة خلاص تمام فالمفروض ان هو ايه مفروض ان هو علي ده هيعمل ايه ومفروض ان هو use a wooden pad to head pool تمام فالمفروض ان هو هيدرب الكورة فالكورة المفروض هيك الجاية كده اوكي تمام لما يجي هو يضربها فهتمشي في الاتجاه ده وبالتالي ال speed بتاعتها تبقى increase صح هو لا يبقى in different direction different direction صح هو لا I'm same خلاص ماشي بيجي بقى يسألك عليها يقولك مثلا the speed of pole decrease in the same direction غلط هي in different direction we increase يا شباب اوكي تمام ايه كمان لازم نعرفه بيقولك هنا collision between pole and wooden pad produce a sound طبعا لما الحكتين دول يغبطوا عن بعض يا شباب هيبقى فيه sound فيه صوت هتسمعوا صح هو لا تمام حلو قوي يبقى collision it's a crashing of two objects together اوكي تمام بعد كده بيقولك هنا what happened to the driver driver bodies when the car stopped suddenly تمام اللي يحصل لو مثلا انا عندي شخص راكب العربية بتاعته وإلا حصل ماشي بسرعة عالية او مرة واحدة عمل stop suddenly اللي هيحصل of course the driver body continues to move forward هتلاقي انه هو جسم الشخص دايما بيطلع ايه بيطلع قدام تمام forward forward تمام حلو قوي مش بعد كده قالك كده عشان احنا لازم نتعلم ان فيه حاجة اسمها safety equipment during a collision تمام ايه ال safety equipment safety equipment it consists of seat belt with airbags تاني ال safety equipment اللي بتبقى لازم تبقى مقودة عشان to protect us from collision اوكي i have two parts اوكي airbags and seat belt اوكي يبقى اسمها ايه airbags and seat belt اوكي حلو جدا بيجب هلك في complete يقول لك safety equipment like space for answer and space for answer طبعا seat belt و airbags تمام تعالا نتكلم عن كل واحدة بالتفصيل اول حاجة ده بنقول عليه seat belt تعالا نشوف مع بعض ايه الفانكشن بتاعته بيقول لك it used in cars to keep the driver and passenger from moving forward during a collision وظفته ان هو بيمنع بيمنع driver body اوكي ان هو ما يتحركش لقدام تمام لو حصل ايه لو حصل collision تحس ان فيه كده زي الفورس كده بتشدك لورا عشان ما تطلعش قدام من اللي بيعمل الكلام ده seat belt يبقى keep the driver body and the passenger from moving forward اوكي حل تمام بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها airbags شايفين دي دي بقول عليها ايه airbags تعالا نشوف مع بعض airbags it's made of thin nylon material floated into steering wheel dashboard seats seats or doors ايه ده يا ميز ده هي انت عايزة تقول لي ان انا عند airbags material مصنوعة دي المادة دي مصنوعة منها حاجة اسمها النايلون او مصنوعة من مادة اسمها ايه نايلون طب هي airbags موجودة فين قالك موجودة في حاجات كتير في door في السيت موجودة في الداشبورد داشبورد عارفين انت المكان اللي بيكون جنب السواب ماشي دبا بيكون فيها airbags اوكي ويه اللي steering wheel اللي هي اللي هي اللي هي دي يا شباب اوكي حال طب تعالا نتكلم مع بعض عن الفنكشن اول حاجة it's responsible for to slow the speed of the driver when his body move forward انه هو بيقلل او بيبط سورة driver ماشي انه هو ايه ما يطلاش القدام تمام في فرق بين كلمة الseat belt و الairbags احنا قلنا الairbags قلنا الseat belt دبن شوية keep the driver and the passenger move forward اوكي but airbags slow the speed of the driver when his body moves forward بيبط حركته اوكي and it absorbs the energy of the car during a collision مش بس كده كمان ده بيمتص الطاقة او بيمتص الصدموت فاهمني تمام من اللي بيعمل كل كل كلام ده الairbags تمام طب تعالا بقى نتكلم عن airbags during a collision وafter collision تمام during a collision اللي بيحصل بيقولك هنا airbags in fleet when sensor in the car detect crash تمام اول حاجة بيقولك ان airbags هيحصل لها in fleet fleet يعني ايه يعني هتبدأ يا شباب ان هي هتبدأ ان هي تتنفخ بالهواء اوكي امتى الكلام ده بيحصل والله هيحصل يا شباب في حالة واحدة في حالة واحدة لو السنسور السنسور اللي موجود في العربية بدأ يحس ان العربية اتعرضت لcollision اوكي فيبدأ ان airbags تعمل inflate inflate تتملي ايه inflate with air تتملي بالايه بالهواء حلو جدا ماشي حلو الكلام ده بيحصل امتى during collision ما ننسيش during collision يعني فوقت الكلوجن بالزبط تمام طب يبدأ يقولك ايه بيقولك هنا sensor tells the airbags to inflate and fill with gas تبدأ ان هي ايه تتنفخ كده وتتملي بالجاز اللي هو ال air اوكي تمام طب تعال بقى نشوف مع بعض after collision ايه اللي حصل بيقولك هنا after collision airbags deflate لاحظ يا شباب ان دي inflate يعني تتنفخ بالهوا deflate ماشي as fast as they inflate يعني ايه يعني دلوقتي لو تمام بصوا هنا معي تمام دلوقتي لما انا عند ال airbags دي اوكي رحت عامت inflate with air اوكي with gas تمام ايه اللي حصل في نفس الوقت في نفس الوقت رحت حصل لها deflate بدأت تنكمش كده وتطلع كل يعني ما خدتش وقت يعني ما خدتش مثلا after hour او after one minute او لا ده هي في لحظتها صح ولا تمام فنرجع كده نرجع كده للكلام اللي احنا كنا لسه قاينينه فبيقول لك هنا they have holes or vents to allow them to deflate so the driver can get out of the core بتبدأ بقى vents او holes اللي هي الخروم بقى والفتحات اللي موجودة في ال airbags اوكي تبدأ تخرق كل الهوى فيبدأ بقى driver انه يكون عنده وقت انه يقدر يخرج من العربية اوكي حل ماشي احنا عرفنا مع بعض كلمة collision it's meaning of crashing of two objects between together حل فنقدر نقول ايه heavy fast object always have big angles but light slow objects always have small angles اوكي 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 فمعنى كده ان انا عند الترك دي اوكي have sorry has high energy اوكي اوكي but this object اوكي light slow object to have a low object اوكي تمام مين اللي هيعمل damage اوكتر of course track اوكي يبقى انا عندي heavy object اوكي cause more damages than light object and fast object cause more damages than slow object دايما دايما الحاجات اللي بتبقى سريعة بتبقى تقيلة هي اللي بتعمل damage اكتر وهي هي كمان اللي برضو اللي بيبقى عندها energy اكتر فانا عندي هنا collision between ما بين train ما بين core فبيقولك انا is a train has a higher energy than a core طبيعي احنا لسه قالين من شواء وحنا بنشرح ان انا عندي heavy fast object have high energy فانا مين هنا بقى في الصورة اللي عنده high energy اكيد train صح ولا تمام دلوقتي لما energy هتتنعمل من فين لفين من core لل train ولا train طبعا من train لل core صح ولا تمام من اللي هامل damage اكتر اكيد هميس اللي هامل damage اكتر الترين يبقى train causes more damages than a core حلوة قوي تمام تعال بقى نتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها speed 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 what is the meaning of speed its distance covered by moving object of time speed هي المسافة اللي الجسم بيتحركها بس في زمن معيم تمام يعني انت لو حضرتك عايز تغرف الجسم اللي قدامك ده بيتحرك fast ولا slow اقدر ان انا احكم عليه من خلال speed تمام بس سألك ان في حاجة مهمة جدا انا عند اللي بيقصر على speed two factors مهمين قوي ايه هم distance زي ما هو الهالي في definition وال time غير كده بفيش اي حاجة تانية بتأثر على speed تمام فبيقولك هنا the direction of moving object doesn't affect the speed يعني ايه ايه انا عند ال direction مدامي بيقصرش على speed يعني وليكن مثلا انا مثلا اه مثلا مثلا من مثلا من المنجيزة اوكي لي كايرو وليكن مثلا من جيزة كايرو لا من مثلا من الجيزة لأليكس ماشي لقيت مثلا أنا إيه المسافة لنا تحرقتها وليكن مثلا 200 حلو فخدت وقت أدي إيه خدت الوقت مثلا وليكن مثلا 2 hours ماشي حلو جدا تمام وليكن مثلا وليكن مثلا من الجيزة من أليكس أوكي مثلا للفيوم للفيوم وليكن مثلا جيت أشوف المسافة لنا اتحرقت بيها قد إيه لقيتها بردو نفس الكلام 200 divide 2 تمام هل كده الdirection أسر معي لا طبعا الdirection ما أسرش معي هو أنا إيه اللي بيأسر على الspeed والله اللي هيأسر على الspeed distance والtime الdirection يشوف بيأسر على الspeed لا أو دي دايما بتيجي جدا في true fault فبيقول لك هنا إيه if a runner moves 5 meters forward in a one second أوكي then return 5 meters backwards in a one second his speech constant يعني لو أنا مثلا عند شخص متسابق اتحرك مثلا قدام ل5 meters أوكي حلو وبعد كده رجع الوراء backward برضو نفس الكلام 5 meters هم باللتنين نفس الزمن one second one second هل هنا الspeed عند تتغيرت؟ لا أهما الاتنين شبه بعض معنا كده أن الspeed a constant يبقى أنا عند الdirection ما بيأسرش على الspeed احنا قلنا من اللي بيأسر على الspeed time وال distance أوكي طبعا حلو حلو قوي يبقى الspeed affected by two factors من هما يا شباب ال distance ويعندي ال time طبعا لازم نعرف المجرين جعلون بتاعة ال distance يأما ال kilometers or meter يأما بال meter يأما بال kilometer والله لو بال time بال hour أو second أوكي حلو ما يفعش أقول بال minutes لا أنا عندي هنا ال time بتاعة ال speed بيبقى بال hour أو second وال distance كيلو ميتر وميتر دائما بيجيبها لك في اللي تشوز يقول لك إيه كيلو جرام جرام كيلو ميتر ولا كيلو ميتر ولا كيلو ميتر وميتر فأنت لازم تكون عارف أن هي كيلو ميتر وميتر بتاعة ال distance والله لو بال time ال hour وال second ما حدش يقول لل minutes أوكي طبعا حلو قوي يعني نقدر نقول لو أنا عايز أعرف الجسم ده بيتحرك fast ولا slow لازم لازم يا شباب أعرف اللي speed بتاعته طب هو اللي speed ده بقدر لنا أئيسة عنه إزاي والله سهلة وبسيطة تحفظ القانون هتعرف الجسم بتاعك ال object اللي قدامك ده fast ولا slow طب يا ميس هو اللي speed بيسوي إيه speed equal distance divide time تاني اللي speed equal distance divide time والله أنا عندي القانون هقدر أحقدر بقى لنا أعرف الجسم ده fast ولا slow تمام حلو قوي تمام إحنا لسه وإحنا كنت بنتكلم في يا شباب قلنا إن أنا عندي المجاة يكون بتاعت الدستانس كيلو ميتر كيلو ميتر per hour أوكي بات ميتر per second تمام طب تعال نشوف مع بعض حلو قوي يبقى أنا عندي اللي speed اللي هي ال S أوكي equal distance divide time خلاص حلو قوي تعال كده نشوف مع بعض نحلم مع بعض المسألة دي calculate the speed of a runner who runs 240 meters in 60 seconds على فكرة والله يا شباب ال speed دي مسألة ال speed دايما دايما بتيجي في الامتحان يا إما أجبها لك في definitions يا إما أجب لك القانون اللي إحنا قلنا القانون بيسوي إيه distance divide time ممكن يجيبها لك بالعكس time divide distance لا يا شباب هي distance divide a time دايما دايما بتتحاسب برضو يعني نازم تكون عارفة measuring units بال time a و distance a طب تعال كده نجرب مع بعض إحنا دلوقتي هنحل مسألة وإحنا بنحل مسألة لازم يكون في steps اللي steps أول حاجة يا شباب بيقول لك calculate the speed طب أنا عندي speed equal speed equal distance أوكي divide time خلاص حلو أطلع بقى من line هنا distance أنا عندي distance يكام two hundred أوكي forty خلاص ماشي two hundred forty divide sixty حلو equal كام أحسب كده حاليا أني طلعت كام four بس كده لا هتنقص ليه هتنقص لأن أنت حضرتك هنا ما كتبت ليش measuring units هو أنا عندي measuring units هنا بالإيه بالمتر و second يبقى متر بير second سهلة جدا يبقى أنا لازم أكتب القانون وأحسب وطلع measuring units أوكي حلو بعد كده تعالا نحل مع بعض مسألة تانية بيقول لك calculate the speed of a car that covers three hundred kilometer in one hour حلو جدا إحنا قلنا speed equal distance divide time أنا كده خدت درجة والله خدت درجة ليه ضيعة درجات آه كتبت تلكم حلوة قوي تعالا نجيك مع بعض الدستانس آه أنا عندي الدستانس فين من هنا distance three hundred اوكي divide time one hour اهي حلو هتطلع كم بعض ونفس الكلام three hundred بس كده لا أكتب measuring unit أنا عندي measuring unit kilometer per hour حلو كده خدت الدرجة كاملة تمام حلو قوي بيقول لك هنا a between relationship between speed and distance at the same time بص يا شباب إحنا هنعمل ايه دلوقتي إحنا عرفنا إن أنا عندي two factors بيأثروا على speed يعمل distance يعمل ايه يعمل time تمام إيه 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 نحسب باللسبيت نازم نسبت حيا إما نسبت distance إما نسبت time يعني إيه اميس مش فاهم يعني أنا مثلا أنا عايز أعرف أشوف مين فيهم اللاصرع أوكي حلو نشوف بقى مين أسرع واحد هيخلص حل الامتحان ماشي أسرع واحد معنى كده اللي هياخد وقت إيه هياخد وقت أقل اللي هياخد وقت أقل هو هو اللي هيكون كذبان هو هو اللي بتاعته أعلى حاجة صح ولا تمام فهنا بيقول لك هنا speed and distance at the same time طب لو أنا مثلا أنا عندي two object لو هما two object time والtime بالنسبة لهم واحدة ماشي إيه اللي يحصل للspeed أو للdistance تعال نشوف معه بعض for example بيقول لك هنا runner covers 100 100 meters in 5 seconds أنا عندي ده بيتحرك قد إيه نلاقو distance حوالي 100 ماشي في time قد إيه 5 seconds حالوي أنا عندي الزمن واحد إذا أنا قلت لك at the same time تمام تعالا نشوف مع بعض تمام what about of this car the car covers 500 meters in 5 seconds إذا يا شباب هما اللي اتنين time بتاحهم إيه واحد صح ولا حلو time بتاحهم واحد بس distance بتاحهم إيه مختلف طب تعالا كده نشوف مع بعض بيقول لك هنا إيه لما إحنا جينا حسبنا إحنا قلنا speed equal distance divide time or to 100 divide 5 equal كام 20 تمام طبعا ما نسيتش إن أنا أعمل measuring units حلو قوي what about if this car كتا جنشوف برضو speed بعد ما حسب تلقيت أن speed بتاعتهم هنا طلعت ك 100 حلو we can conclude the car has a higher speed because the car covers a longer distance in the same time مين فيهم اللي speed بتاعتهم أكتر حاجة اهي أنا عندي هنا 100 وعندي إيه 20 صح ولا قوي حلو مين فيهم اللي speed بتاعته أعلى حاجة طبعا core هي higher speed صح ولا تمام لأن أنا هي higher speed لأن أنا عندها distance هنا distance هنا كتا أعلى حاجة مقرراتا بالودة الودة كان بيتحرك 100 إنما core بتتحرك 500 فأكيد distance بتاعت core هي أعلى من distance بتاعت the boy صح ولا تمام يبقى معنى كده when the distance increase لما distance عندي بتزيد زي core كده اللي بيحصل the speed will increase طبعا من العكس لو أنا عندي مثلا حاجتين بيتحركوا وروح تثبت distance قلت لهم مثلا قلت مثلا ل2 animals دول إنه انت هتتحركوا في مسافة معينة تعال بقى نشوف مع بعض مين فيهم اللي هياخد وقت الأكيد اللي هياخد وقت أقل هو هو اللي يثبيت بتاعته أعلى حاجة طب تعال كده نشوف مع بعض أوكي لو نلوحظ هلأ إن أنا عندي distance بتاعتهم واحدة هما الاتنين هيتحركوا في distance سابت اللي هي 50 متر تفي زمن قد والله الرابد ده in 5 seconds but in this turtle 100 seconds تمام تعال كده نشوف مع بعض الاسبيت حسبنا الاسبيت بتاعت الرابد أهي أوكي طلعت كم 10 خلاص حلو but but this turtle لإن أنا عندي اللاسبيت بتاعته قد 0 point 5 معنى كده من اللاسبيت بتاعته على الرابد ولا turtle طبعا الرابد طب لي لإن أنا عندي هنا الرابد ده خد زمن أقل 5 seconds أوكي but this turtle خد خدت وقت طويل قوي صح حلو جدا زي ما برضو ما قلت لك في الأول خلص بتاعت فكرة الامتحين لما أنا أجيب الامتحين مثلا يعني وحط مثلا في زمن في زمن مثلا معين وقلت مثلا من اللي هيخلص الأول فاهم فروحت حسبت الآيه اللاسبيت تمام فمعنى كده the rabbit has a higher speed because the rabbit covers the same speed sorry same distance in a shorter time أوكي أوكي معنى كده the time increase but the speed decrease والله كل ما الطايم عندي بي زيد زي الرتيرتور كده كل ما الطايم عندي بي زيد اللي بيحصل للspeed decrease صح اهي تاني كل ما الطايم عندي بي زيد اللي بيحصل للدسانس decrease صح حلو ماشي جميل او ماشي بعد كده هنعمل مع بعض experiment سهلة جدا وبسيطة هنجيب هنا number of buck وهنجيب هنا tour core تمام ان الغرض هنا من experiment دي اعرف الkinetic energy واعرف الtime واعرف حاجة اسمها angle of inclination يعني angle of inclination اللي هي الميلة دي اوكي دي بسميها angle of inclination تمام عندي هنا one two three اوكي ملاحظ هنا ايه هنا انه هنا عندي مثلا بص هنا number of buck شكله عامل ازاي زودت هنا 2 واحد زودت هنا 3 تمام تفتكر هنا which of the following which of the following the car faster one two three of course three three ليه لان انا هنا كل ما بيحصل angle of inclination increase اوكي تاني لما الangle of inclination لما دي عندي بيتزيد اللي بيحصل اللي بيحصل the speed of this object will increase so it's a kinetic energy will increase يعني كل ما بزود angle of inclination اللي هو معدل الميل او الميل ده اوكي اللي بيحصل اللي بيحصل هللاقي ال speed بتاعته اعلى حاجة هللاقي ان kinetic energy بتاعته اعلى حاجة يا شباب تمام حلوان تجربها الثاني في البيت على فكرا دي هللاقي ان speed بتاعتها بطيقة قوي ودي كمان وانما دي اعلى حاجة ليه لان انا زودت هنا number of inclination لما زودت هنا number of buck اللي حصل number of inclination increase تمام طبعا دي كتتأسرع واحدة وخدت على فكرا in this time خدت وقتة اقل مشي تمام حلو او تمام قالك بقى في حاجة مهمة جدا لازم تعرف احنا في الاول خالص لما كنا خدنا concept 2 اتكلمنا ان انا عند potential energy affected by two factors بتتأثر بtwo factors يا شباب كات ايه انا بتكلم عن potential energy كات عندي ال mass وقت عندي ال high صح ولا ال high تمام حلو قوي ماش انا عند ال kinetic energy affected by two factors ايه هما يا شباب عندي ال mass اوكي وعندي نفسك كلام ال speed ال mass وال speed ركز شوي ال speed وال mass تمام هنا بيقولك هنا ايه when اوكي by increasing the mass the kinetic energy increase كل ما الم mass عندي بتزيد اللي بيحصل ال kinetic energy برضو هتزيد تمام تمام فبيقولك هنا by increasing the speed the kinetic energy increase وفضو على فكرة برضو ال speed برضو بتأثر على kinetic energy لما خدنا مع بعض في concept في ال concept اللي فات ال real coaster فكرة حلو ركز معايا اللي حصل لما potential energy change into kinetic energy حلو في الوقت ده لما حصل last sliding down اللي حصل ال speed عندي زايد صح ولا حلو يعني هناك انا عندي ال kinetic energy بتتأثر بال speed وكمان بتتأثر بال a بال mass حلو لازم تعرف ان انا عند ال speed دي بتتلق kinetic energy ما بتبقاش تبع potential energy اوكي تمام هنعمل الconversion between ما بين fast moving object اوكي وما بين slow moving object هل في فر او في فر بيقول لك ان اي fast moving object they have more energy but slow moving object they have less energy طبعا fast moving object دال عنده energy اكتر انما اللي slow عنده energy اقل تمام حلو قوي but fast moving object they exert more force دول عندهم force اكتر اوكي طبعا انا العربية دي اساسا او هي عما تتحرك وعندها force او عندها energy او اوكي مقناطا بال slow moving object no they exert less force اوكي حلو جدا تمام دلوقتي fast moving object لو انا عندي مثلا track راح تخبطت في شجرة او 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 track راح تخبطت في كار ايا كان big damage that cannot reperd هيبقى في كوارس كده او بعضا من الحاجات اللي موجودة في العربية مش هينفع انها تتصلح تاني لو انا مثلا عندي مثلا حاجتين بدأ انهم حصل لهم collision ماشي damage التدمير اللي حصل هيبقى كبير قوي لدرجة ان انت مش تتعرف تصلح العربية دي تاني تمام reperd okay cannot reperd but in this slow moving object small damage that can be repaired هيبقى في damage بصيد جدا بس انت هتعرف انت تصلح حلو قوي طبعي لو انا عندي هنا two objects but to this car move in opposite direction but this car to this car move in same direction though in opposite direction but this in the same direction حلو قوي لو احنا عايز نعرف من فيهم اللي هتعمل more collision او more damage تفتكر من طبعا يامي سفتكر اللي هم in opposite direction damage will be more stronger but in the same direction damage will be less stronger تمام من اللي هتعمل damage اكتر اللي هم من حاكتين اللي بتحركوا in opposite direction ok damage will be more stronger ok but in this two car move in the same will be less stronger ok حلو جميل او هنا برضو بيبقى فيه عندي experiment او هقول لك ال experiment دي الغرض منها احنا نحتاج ايه هنحتاج عادي stop watch وهنحتاج عادي clay اللي هي الصلص و هنو هتعمل بقى كزا steps بيقول لك ايه if the clay pole falls لو انت مسكت الكرة حدفتها الا يحصل the shape of pole changes slightly هلا ان انا عندي شكل الكرة بدأ يتغير تمام طب لو احنا عملنا ايه is the clay pole is through through lightly لو انت حدفت الكرة بالروحة كده اللي هي السلصال دي الا يحصل the shape of pole changes more خلاص هنبدأ لقى شكلها يتغير اكتر طب لو is the clay pole is the through strongly لو انا حدفت الكرة بقى جامد الا يحصل the shape of pole changes much more هلا ان شكل الكرة ده غير يعني شكلها ده غير كتير اوي تمام we can conclude as the force and speed of moving object increase the kinetic energy increase during a collision and more damage will happen to this object والله لو انا عند الspeed بتاعة الobject ده كانت سريعة اوي والforce كانت سريعة اوي طبعا طبعا هيكون عندك مية كبيرة جدا من kinetic energy وده ممكن يحصل اي damage اوكي هيبقى عندي damage كبير اوي تمام زي فكرة برضو لو انا عندي fast moving object وعندي slow moving object من اللي هيكون عيعمل damage اكتر اه طبعا احنا قلنا اللي هو fast moving object damage that can not be repaired اوكي اوكي تمام حل اوي لو انا عملنا اي عملنا comparison between ما بين truck وما بين core طبعا انا اللي بعمل comparison ما بين هم عشان اعرف هل mass اوكي ممكن تأثر على قائناتك energy احنا خلاص عرفنا وفهمنا او النزبيت بتأثر على قائناتك energy طب mass mass ممكن تأثر قالك ايو والله truck has a big mass but this car has a small mass تمام احنا عرفنا تمام next one this truck has a big engine but this car has a small engine طبيعا يميس تمام but this truck has a high kinetic energy but in this car has less kinetic energy so this truck consume more fuel but this car consumes less fuel طبعا truck الماز بتاعتها كبيرة قوي وعندها engine كبيرة قوي فبالتالي هتستخدم كمية fuel كتيرة قوي consumes more fuel but this car consumes less fuel طبعا ايه كمان طبعا لو انا عند truck دي حصل لها collision هتعمل more damage during collision but this car causes less damage during collision حلو جدا معنى كده when the mass increase the kinetic energy increase اهي لما الماز عندي زادت بضعة truck اللي حصل للك kinetic energy زادت صح ولا تمام ال relationship بدي بنسميها direct relationship تمام حلو اوي يعني heavy object has high kinetic energy and cause more damage but light object or small object has low kinetic energy and cause less damage حلو اوي ماشي احنا خلاص فهمنا وعرفنا نعند الماز بيأثر على kinetic energy اوكي effect of the mass on collision تمام ازاي بقى الماز ممكن يقصر على collision تعالو نضربها من كمي سرع عشان تأتي عشان تبدأ تستمر بيقول لكن اي if a bike moving with speed of 50 km per hour hits a person but this car if a car moving with speed of 50 km per hour hits a person انا عندي هنا العقلة العقلة دي رحت خبطت ايه خبطت الولد ده ماشي حلوة وعند العربية دي برضو خبطت الولد ده لو انت ملاحظ اللي اتنين نفس ايه نفس speed طب هل هل هما نفس الماز ال two object دي هل الماز بتاعت core هي هي نفس بتاعت الماز بتاعت ال bike لا طبعا اكيد اللي اتنين مختلفين من الرغم انه هما اللي مختلفين ده برضو هيعمل تأثير يعني مش كويس خالص ايه بيقولك هنا this person may get injured but this person alive may be in a ginger طبعا من اللي هيكون حياته خطر طبعا الشخص اللي هو خبطته عربية اكتر من الشخص اللي هو خبطته bike اوكي معنى كده انا عندي الماز بتزيد عارف اكتر المستوري بت affected on the collegiate معنى كده بيجيلك فيها في what happen يقولك هنا what happen if a bike moving with speed 50 kilometer hits a person هنقول the person may get injured okay but in this car may be in a danger خلاص تعالا بقى نتكلم في point تانيا دي نتعتبر كده اخر point معنا الconcept احنا كده خلصنا وجزء اللي احنا هنتكلم عليه في الاخر ده 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 من الاسئلة المهمة اللي بتي كتير جدا في الامتحين تمام بيقولك هنا ايه what happen when you play a game with marbles جبت البيال بتاعتك واعت تلعب بيها اي اللي حصل تعالا نشوف مع بعض بدك انا اذا كايناتك انرجي transfer your hand to the first first marple to the rest of the other poles يعني ايه يا شباب بيبدأ يقولك ان انا عند الكايناتك انرجي هيبدأ يحصل له transfer من في اللي فين اول حاجة من الهاند اوكي تبدأ بعد كده لل first marple للقرة الاولية بعد كده تبدأ مثلا لل second marple اوكي second marple لغاية باقي الكور هلاص حلوة اوكي معنا كده اني صن kinetic energy change into sound energy during collision ماها طبيعي الكور دي خبطت في بعض فلما خبطت في بعض ايه اللي حصل بقى في sound اوكي سمعت صوت حلوة عشان كده احنا هنتكلم عن النهار النهارده energy transformation in newton cradle 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 دي بنسميها newtons cradle اوكي حلوة مع بعض تمام تمام تعال نشوف مع بعض هو اللي بيحصل في اللعبة دي لو انت فهم معي يعني ايه potential ويعني ايه kainetic الموضوع يبقى لذيذ خلص وسهل اوكي when the pull is raised up تعال كده نشوف مع بعض لما الكورة دي بيحصل لها raised up بتطلع لفوق انت لسه محركته هوش انت لسه هتبدأ اللي انت ترفحها raised up ايه اللي حصل تعال نشوف مع بعض بيقولك لما حضرتك تمسك كورة واحدة من دول وتعمل لها raised up يعني ترفحها لفوق وانت لسه محركته في الوقت ده انا عند الكورة دي فأعلى نقطة صح ولا فبالتالي هي عندها كمية كبيرة جدا من من صح ولا جميل او تمام طب انت لو سبت الكورة اللي هيحصل صح ولا مضلة حصل معايا لما سبت الكورة بدأت الكورة التانية تتحرك معنى كده حركة يعني 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 بدأت تتحول ل حلو قوي بعد كده بيقولك هنا the kinetic energy transfer to the one the first pool then to the rest of the other pools هتبدأ يا شباب الكينتك energy تبدأ من الباقي الكور من مثلا لل first اوكي لل second ل third اوكي حل يبقى when you sorry when the pool is raised up the potential energy increase اوكي when you let go this pool potential energy change into kinetic energy حلو اوكي بس في حاجة لازم تعرف بيقولك هنا هتبدأ الكينتك energy دي يا شباب يحصل لها change اني هتتحول لصور تانية في من نها يبقى sound energy طبيعي انا عندي القور دي عملا اتخبط في بعض ففي جزء من الكينتك energy دي تحول ل ايه تحول ل sound energy وفي جزء ان على فكرة الكين الكينتك energy تحول ل thermal energy اذا بسبب ان انا عندي steering اوكي كل ده سبب لان عندي حاجة اسمها ايه friction فانا عندي جزء ان الكينتك energy دي يا شباب تحول ل sound energy وتحول ل kinetic thermal energy حلو يبقى احنا نول تاني نادل حتى دي تاني يبقى انا عندي الكينتك energy في بعضها هيديع او في بعضها يحصل على شكل يعني اما عن طريقة thermal energy ليه نتيجة وما بين ال اوكي حلو جدا ايه كمان لازم نعرفه طبعا الحتة دي لازم تعرفه بيقولك انا يعني لو انت سببت بقى مدة طويلة هتلا ان عندي الكينتك energy بدأ يحصل بدأ تقل لغاية ما ايه لغاية ما القوار دي ما تبدأ توقف حلو او لان انا عندي اصلا جزء من الكينتك energy ضع منه على اساس انه هو ثون وفي منه راح على اساس انه هو الثرم في بدأة الكينتك تقل 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 خلاص لغاية ما يحصل لها ايه يحصل لها تمام بعد كده ميقول لك يعني ايه يا شباب بوس لازم تعرف حاجة مهمة جدا ان energy is saved او energy conserved during collision so it can not destroyed but the amount of energy before the collision equal to the amount of energy after the collision يعني ايه يعني مثلا مثلا انا عندي الطاقة محفوظة يعني ولا اتضمرت ولا اساسا هي جد كده من لا شي يعني ولا ايه يعني مثلا انا قررت مثلا عشان بس تفهم بس انا قررت وليكن مثلا ان انا معي مثلا وليكن كام ten apple اوكي رحت قلت العالي انا كل يوم يعالي هديك ten apple خلاص رح علي عمل ايه رح علي لقى ايه لقى الموضوع لذيز فقال ايه لما هجيب مثلا ايه هجيب مثلا اخويا ماشي تمام رحت انا ايه هما هما هديهم التين apple بس الفكرة ان انا بدل ما قلت بدي العالي تين apple انا هدي مثلا العالي five apple وانا هيحصل ومسلا يعني حسين برضو five apple طب وانا كده استفدت ايه كده كمية الطاقة اللي كانت قبل هي هي كمية الطاقة اللي بعد هي الفكرة يا شباب ان انا عندي اساسا ان اساس الطاقة اللي كانت موجودة في كانت في الاول كانت بعد كده حصل ان هي بدأت تتحول صح ولا وبدأت جزء منه بقى تمام يبقى معنى كده ان الطاقة محفوزة يا شباب تمام الطاقة ما بيحصل لهاش ديسترويد ولا بيحصل لها هي جزء بس تشينج من من بدأت ان تتحول من صورة لصورة بس بس يا شباب احنا كده خلصنا مع بعض القوز لو انت لسه جديد معنا القناة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو بلاس كمان انت هتلاقي اللينك التليجرام موجود في الديسكريبشن من تحت لو انت حاب تتابعني بينزل على مراجعة والملاقصات والفيديوهات التوضحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة